السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكعربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي ما زلنا مع المحور السابع وهو قانون الكيرشوف وتطبيق هذا القانون في Frequency Domain ونواصل مع الجزء الثاني لهذا المحور السابع وهو تجميع الإمبيدنس وسنقوم اليوم ببعض التطبيقات لمعرفة كيفية تجميع الإمبيدنس وعلاقتها بقانون الكيرشوف إذن في هذا المثال مطلوب مني استخراج قيمة الجهد في الإنداكتر لكن في التايم دومان إذن هنا لن نستطيع استخراج هذا الجهد بطريقة سهلة استخراجه يكون عن طريق المرور من التايم دومان سوف نعوذ كل هذا السيركت إلى Frequency Domain وبعدها نرجع لاستخراج هذا الجهد كما هو مطلوب في التايم دومان إذن أول شيء إذا طلب مني مثل هذه التمارين أول شيء هو تحويل كل هذا السيركت إلى سيركت مثله لكن في Frequency Domain سهل جدا نبدأ بالمكون بالمكون وهنا سنلاحظ إيجابية استعمال الفيزر لتحويل هذا السيركت من التايم دومان إلى الفريكونسي دومان إذن نبدأ بالمكون بالمكون عندي هنا مصدر جوت هذا مكتوب في التايم دومان كيف أحول إلى الفريكونسي قلنا الفريكونسي دومان للجوت فيها Implitude وزاوية هذه هي Implitude وهذه هي الزاوية أمر الآن إلى المكون الثاني ماذا عندي عندي هنا مقاوم كهربائي هذا المقاوم سأسمي هنا Z1 ليس أي مكون سيريز فسأسميه Z1 هذا Z1 هو عبارة على 60 Oh لماذا 60 Oh لأنه مقاوم وهو يمثل الحقيقة الريل part لل Z1 ثم عندي هنا مكون اثنان parallel وهو متكون من مكثف و inductor سأسميهم الاثنان هنا إذن سأسميهم هذا من الاثنان Z2 لكن Z2 يجب تحويل المكثف هذا إلى Frequency domain كيف أحوله العشرة ملي فرد هذه في Frequency ماذا تساوي هي 1 على G أوميغا C أعوذ بالأوميغا الأوميغا هي 4 أخذنا من Voltage Source وال C موجودة القيمة لأتحصل في الأخير على أن المكثف هذا العشرة ملي فرد أصبح في Frequency domain يساوي سالب G 25 ماذا بقي لي الآن بقي لي لأن قيمة 5 تحويل إلى Frequency domain هو G أوميغا L وعوذ الأوميغا وال L بقيمهم لأتحصل على أن هذا الاندكتر أصبحت قيمة الإمبيدنس هي G 20 أوم الآن ماذا عندي عندي لهذا المكون عندي Vortage Source عندي Z1 وهو المقاوم وعندي هنا Z2 وهي تتكون من ماذا تتكون من مكثف Parallel مع Inductor القيمة الجملية هي الضرب على المجموع إذن المكثف ضرب الاندكتر على الجمع ليتحصل على قيمة Z2 Z1 قلنا هي 60 أوم وهذه الفولت Source تتكون من Amplitude وزاوية إذن هنا كيف أستخرج إذن هنا V0 وهو الجهد في الاندكتر مازلنا مع Frequency Domain ماذا أفعل إذن أطبق قانون تقسيم الجهد Voltage Division إذن هنا عندي نفس الجهد لماذا حافظنا عليه لأنه هذه المكونان Parallel فماذا تساوي هذه V0 في Z2 هي قيمة Z2 على Z1 مع Z2 تطبيق إذن Voltage Division ضرب LVS ليأتحصل على قيمة LV0 هذه LV0 متكونة من Amplitude وزاوية لكن مطلوب مني LV0 في Time Domain وبالتالي أحولها إلى Time Domain هذه إذن Amplitude هذه الزاوية وهذه الأوميغا وهي 4 مثال آخر هنا عندي دارة كهربائية مطلوب مني استخراج V0 في المكثف إذن قلنا لاستخراج V0 في Time Domain أول شيء القيام به هو تحويل كل هذا السيركت إلى من Time إلى Frequency Domain وبالتالي Vortage Source تحولت إلى Amplitude وزاوية هذه Amplitude وهذه الزاوية هنا سأسمي 05 R والعشرة Ohm Z1 يعني عندي الآن Vortage Source سأسميها مثلا VS عندي المقاوم والإندكتر سأسميه إذن Z1 هذا المكثف بعد تحويله إلى Frequency Domain سأسميه Z2 أغلق الدارة الآن كيفية احتساب LVS قمنا بتفسيرها هنا الآن Z1 ماذا عندي في Z1 عندي المقاوم Parallel مع الإندكتر المقاوم 10 Ohm أما الإندكتر تحويله إلى Frequency Domain عن طريق G أميجا L فتصبح Z1 هذه تساوي 2 مع G 4 Ohm أما Z2 ماذا تساوي هي الإمبيدنس للمكثف والإمبيدنس للمكثف سأطبق قانون واحد على G أميجا C وعوض الأميجا والC ليتحصل على قيمة Z2 الآن الجهد هذا المطلوب V0 هو بين طرفي Z2 بين طرفي المكثف في Time Domain يعني بين طرفي Z2 هذه V0 إذن أطبق قانون تقسيم الجهد إذن V0 تساوي قيمة Z2 على مجموعة الإمبيدنس الموجودين في المسار المغلق ضارب الجهد الرئيسي VS ليتعصل على V0 في Polar Form بعد القيام بالتغييرات المناسبة من Rectangular إلى Polar وهذه Amplitude وهذه الزاوية للV0 مع المحافظة على نفس الأميجا لمصدر الجهد وبالتالي هذه الطريقة المعتمدة لاستخراج بطريقة سهلة ومبسطة لاستخراج الجهد في Time Domain مررنا بالFrequency Domain وهذا هو الـ Advantage لاستعمال الفيزر للدارات الكهربائية المحافظة